اشتركوا في القناة نستعد الاستقبار رمضان معشر السادة والسيدات بعد ايام قليلة سيحل علينا ضيف عزيز والضيف كيفما كان شكله يتكلف له والضيف الذي سيحل بنا هو ضيف من نوع خاص ضيافته ليست بالطعام والشراب بل على العكس من ذلك هو امساك عن الطعام والشراب لمدة حددها جل وعلا وليست ضيافته بالاموال بل انه جاء ليعلمنا الاقتصاد ولكي نحافظ على اموالنا ولا يرحب به بالاوقات بل عكس من ذلك يريد ان توفر اوقاتك لما ينبغي وما يفيد والناس منذ مدة طويلة وهم يستعدون لاستقبال هذا الضيف الذي هو شهر رمضان المبارك ولكن ما هي استعداداتهم له كيف يستعدون لاستقباله هناك اصناف من الناس الصنف الاول يستعد للشهر باعداد وتوفير الاغذية يعني تتسوق وتتقدى وتيجد وتيخزن ومتى يخلش حاجة لمتى يخبها في الدار وهذا نوع من الاستعداد والصنف آخر يويء السلع التي سيبيعها في شهر رمضان المبارك وهم طائفة التجار ومن ضمنهم بعض التجار لواحد العدد ديال السلع تراكمات في المتجار دياله ولا في المخزن دياله وتعتبر بأن رمضان فرصة باش هذه السلع يخرجها سواء كانت مزيانة ولا ولا خيبة المهم أن رمضان تيسمح ليه أنه يحيدها عليه النوع الثالث من الناس تيستعدوا تيجدوا الأفلام تيجدوا الأدوات دياله اللهو واللعب وكي نوع رابع يعني تيجدوا المقاهي فين يستقبلوا الناس وتيفروا لهم باش يرفعوا يرفع لهم وهذه كلها استعدادات ما أنزل الله بها من السلطان بالنسبة للطعام رمضان ليس شهرا للطعام والشرب كما ذكرت في المقدمة بالنسبة للسلع أيضا كما تنسوق في الرضي للرمضان تنسوق داخل رمضان ولكن نخص نخص شهر رمضان بهذا العادة القبيحة وهكذا تيبقى إذن مع شراء الإخوة والأخوات أن الذي يحسن استقبال رمضان والذي يستعد له حقيقة هو الإنسان المؤمن هذا الإنسان المؤمن يقوم بالاستعداد الروحي لاستقبال رمضان بمعنى تيتهي روحيا وبدنيا بشي استقبل شهر رمضان المبارك ويكرم وفادته بما يليق به لأن عادة ضيافة الضيف تكون فيما يحبه وفيما يستحسنه شهر رمضان المبارك يحتاج إلى هذا الإستعداد الروحي الذي من خلاله نقبل على الله سبحانه وتعالى ومن صفات المؤمنين أنهم لا ينسون الله أبدا ولكن من بركات شهر رمضان أننا نقبل فيه على الله سبحانه وتعالى أكثر مما نفعل في باقي الشهور وفي باقي الأيام وهذا من عظمته ومن بركاته ويحتاج المؤمن فيه إلى التوبة أن يتوب إلى الله توبة نصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يتوب إلى الله تعالى بترك المعاصي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى برد مظالم العباد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بالصفح عن الناس وصلة الرحم وما يشبه ذلك كما يحتاج استقبال هذا الشهر إلى الإخلاص لأن رمضان هو شهر الإخلاص كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالصيام هو مظنة الإخلاص أكثر من غيره من العبادات أيها الإخوة والأخوات كيف نعيش شهر رمضان المبارك الله سبحانه وتعالى في كتابه ورسول عليه الصلاة والسلام في سنته علمانا ما هو المطلوب مننا في شهر رمضان واختصار واختصار ذلك أنه شهر للصيام فلا شيء في هذا الشهر أفضل من الصيام ولا شيء يسبق الصيام ونحتاج إلى صيام حقيقي تصوم فيه كل الجوارح ويصوم فيه القلب عما سوى الله سبحانه وتعالى ومع الصيام لا بد من الصلاة فلا معنى لصيام بدون صلاة ومع الصيام والصلاة لا بد من القيام خص الله هذا الشهر بما تيسر من نوافل الخير من تراويح شهر رمضان المبارك رابعا لا بد من إكرام القرآن في شهر القرآن من أفضل العبادات في هذا الشهر المبارك أن تكترى من تلاوة القرآن الكريم من عبادات رمضان كما غيره من الأيام والشهور الإكتار من ذكر الله ولا يمل المرء من ذكر ربه لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ومن عبادات هذا الشهر الكريم كما غيره من الشهور الإكتار من الدعاء الدعاء الذين استنزلوا به الرحمات والبركات من رب العزة جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ومن عبادات رمضان الإكتار من الصدقة ولنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة كان أجود الناس عندما يأتي شهر رمضان المبارك يزيد في ذلك ويكتير تقربا الله سبحانه وتعالى وحرصا على فضائل هذا الشهر الكريم ولنا عودة إلى بعض ما دكرة أخو الذين سمعتم أستغفالي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وليه وصحبه وسلم سبحانه ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله اشتركوا في القناة